من ضمن أحكام المرضي والمريض هو ما يقع من علاقة بين المريضي ومن معه فهل هناك أشياء يمنع منها المريض في التعامل مع الآخرين أو الآخرين معه نعم هو المرض أخي ويس يعني قسموه إلى أقسام أربعة بالجملة القسم الأول مرض غير مخوف يعني كالذي يكون من وجع ضرص وصداع رأس وما إلى ذلك هذا في الغالب ما تترتب عليه أحكام طيب النوع الثاني الأمراض الممتدة وهذه الأمراض الممتدة بعضها معد يقينا كالجزام عافانا الله وإياكم والسل عافانا الله وإياكم وبعضها غير معدي مثلا كالفالج أو ما ينسميه الآن بالشلل النصفي فما كان منها معديا فينبغي للناس أن يتوقوا المريض وأن يباعدوا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد فر من المجذوم فرارك من الأسد أما ما كان غير معد فلا يلزمه ذلك النوع الثالث المرض المخوف مرض المخوف الذي يغلب على الظن بحسب قانون الطب وتجارب الناس أنه يعقبه موت هذا أيضا تترتب عليه أحكام من ذلك أنه إذا طلق وكانت الطلقة الثالثة فإن هذا الطلاق لا يترتب عليه حرمان وهذه المطلقة من الميراث لأن فيه إضراء قصده لأن فيه ترجيحا أو ظنا غالبا بأنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث فنعاقب أو نعامله بنقيض قصده فنورثها ومثله أيضا لو كانت سيئة الأخلاق وكذا نعم هو طبعا بحسب غلبة الظن بالنسبة للحاكم وأيضا لو أنه تبرع بشيء من ماله فما ينفذ تبرعه في مرض الموت المخوف لماذا؟ لأن هذا المال كأنه صار لغيره ما عاد ملك النهار لكن أراد أن لا يزيد عن الثلث فيوقفه نعم هذا ممكن طبعا لكن ما زاد عن الثلث ما زاد عن الثلث نعم أما بالنسبة للثلث فما دون وطبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال وددت لو أن الناس حطوا عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير يعني الإنسان حتى إذا أراد أن ينصي حبذ لو أنه كان دون الثلث طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس فبالنسبة للمريض أولا يجب على الناس الذين يحيطون به أن يزرعوا في قلبه أملاء وأن ينفسوا له في الأجل ثانيا أن يوصوه بتقوى الله عز وجل والإكثار من الطاعات أن يكثر من الطاعات تقربا إلى الله عز وجل لأنما ظنة المتعدة أكثر من غيره ثم ثالثا يجب عليهم أن يأمروه بأن يكتب وصيته يكتب الوصية أيضا يعني لا بأس من أن نكرر عيادته ولو كان طفلا ولو كان مشركا ولو كان مرأة يعني يجوز للرجل أن يعود المرأة والمرأة أن تعود الرجل حتى لو انتقوا من محارين إذا أمنت الفتنة نعم ودليل ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنهم لما هاجروا إلى المدينة مرض أبو بكر رضي الله عنه وكان ينشد فيقول كل مرئ مصبح في رحله والموت أقرب من شراك نعله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ودخلت عائشة على بلال فبدأ رضي الله عنه ينشد شعر يحن فيه إلى مكة لكن هنا عائشة لا تعتبر هي رضي الله عنها أم المؤمنين فبالتالي هي تدخل عليه كأم لا هي أم المؤمنين في الاحترام والتوقير وحرمة نكاحها لكن كونها أجنبية فهي أجنبية رضي الله عنه ولذلك الله جل جلاله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وعمر رضي الله عنه لما خرج بهن إلى الحج يعني بعث مناديا ينادي ألا لا يدنوا أحد منهن يعني ما في واحد يقترب من أمهات المؤمنين فأحكام الأجنبيات ثابتة لهن رضوان الله عليهم لكن كونها أم المؤمنين توقيرا واحتراما وحرمة نكاح وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيمة وإيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم السائبي رضي الله عنها ربعا ربعا هذا كان بعد آية الحجاب أم قبلها لا ليس المقصود قبلها وهو طبعا قبلها لكن ليس المقصود بأنه اطلع عليها من غير حجاب لكن المقصود أنها أجنبية يعني حيث كونها أجنبية رسول صلى الله عليه وسلم عادها وتكلم معها لكن في حالة المرض يكون المرأة يعني ربعا المرأة ما تكون بحجابها الكامل أو كذا نعم إذا كان كذلك فهذا شيء آخر لكن أنا أتكلم عن عيادة بضوابطها الشرعية فأقول عموما هذا يا شيخ لك أنا سأطيل معك نعم ألا يتعرف مع ما يقوله البعض بأن حرمة اختلاط الرجل الرجال بالنساء واقتراب الأنفاس وهذه الأحكام الأخرى نعم ما المقصود بالاختلاط يعني هذا سؤال وإلا مثلا قد علم بأن النساء كنا يشهدن مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمناه بحضرة الرجال وعهد بأن الرجال كانوا يصلون النساء من خلفهم وما كان بينهم ساتر ولا جدار هذا ساتر يعني مستحدث كله هذا مستحدث ولعله لفساد الزمان يعني ما ينكر لكن مقصود بأن قضية الاختلاط هذه إذا أطلقت هكذا ربما تفهم على غير وجهها فلو أني عدت مرأة أجنبية مثلا زوجة أخي أو زوجة عمي أو كذا وبالضوابط الشرعية فلا مانعة من ذلك من أجل أن آمرها بالصبر وتقوى الله وهي أيضا تعود أجنبيا تأمره بالصبر والرضى بقدر الله وما إلى ذلك هذا كله لا مانعي مثل أيضا التعزية كثير من الناس يظن بأن المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا تكلم رجلا ولا يكلمها رجل بينما نجد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء بعد وفاة جعفر أسماء بنت عميس فجعلت تفرح له يعني تدخل عليه الحزن وتشكو إليه العيلة تفرح له يعني يعني تفرح له بضد الفرح يعني تدخل عليه الحزن يعني تشكو إليه اليتم والفقر وأن جعفر ذهب وتركنا فقال لها صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم اللهم مخلوف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمين ثم دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا رؤوس هؤلاء الأيتام يعني كناية عن الاهتمام بأنه أبو أبما في مكان أبيهم عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر